أما هدف الاحتلال فلم يكن ردة الفعل على طفان الأخصى وإنما له هدفان أساسيان أولاً إنهاء المقاومة بشكل كامل حتى لا يعود هناك مقاومة لإسرائيل والهدف الثاني إبادة الشعب الفلسطيني بما يجعله منزوع القدرة على توليد المقاومة مجدداً أو على المطالبة بحقوقه هذا هو الهدف أما جرائم الاحتلال التي قام بها هي جرائم موصوفة وواضحة وكل العالم رأاها رأي العين لا مفيل لهذه الجرائم في كل هذا التاريخ جرائم قتل الأطفال والنساء والشيوخ وقتل المسعفين والأطباء وتدمير المستشفيات وقتل الصحافة وقتل كل كائن يتحرك وتدمير كل بيت موجود وتدمير كل شارع هذا ليس قتالاً هذا قتل قتل للإنسانية وهذا قتل للشعوب الحرة طبعاً كل هذا في إطار الدعم الأمريكي المفتوح بلا حساب من اللحظة الأولى نحن نعتبر أن أمريكا شريكة أساسية في كل الجرائم وفي كل ما حصل وكذلك قسم من أوروبا الذين أيدوا وساندوا ودعموا وشاركوا عسكرياً وسياسياً وإعلامياً لو لا هذا الدعم الأمريكي الغربي لتوقفت الحرب خلال شهر لأن إسرائيل ليست قاعدة مواجهة هذه المقاومة أما الآن هي لا تواجه هي تقتل وهذا القتل لا يعتبر مواجهة 42 ألف شهيد مع عدماً هم تحت الأنقاض ترجمة نانسي قنقر